اشتركوا في القناة النتائج صح هذا اراد الدنيا بعمل الاخرة خطب فلانة يصلي ويستغفر ويتصدق حتى وافقوا كدب العقد يما الزواج فيه ما فيه من المنكرات كيف نعرف ان هذا يريد الدنيا او يريد الاخرة لانه يصلي عندنا الامام وله مكافأة من الاوقاف فكيف نعرف انه يريد الدنيا او يريد الاخرة الضابط ذكروا لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان اعطي رضي وان لم يعطى سخط